عشان كده انا قلت لك يا شيخ اعرف تماما انه الان الجماعات دي نحن لما تكلمنا فيها ما حب منا علي ان نتكلم في الناس ويجي يقول لك ما خلوا عالم ما تكلموا فيه وما خلوا شيخ لا انت تغيرت وانت فجدت الطريقة البدأت منه ونحن كلام نقولوا الليلة ده اللي هما بقول لك ده تجريح وسب وشدة دهو المنهج الاصلي اللي قامت على ونصار السنة قبل اليوم استلاقي انصار السنة القدام الناس القدام عمرهم سبعين وفوق اسألهم قلهم زمان الدعوة دي بدت كيف يقول لك توحيد وكلام في التصوف وشكلة بيننا وبين الصوفية مدورة الآن الشكل الذي جماعة دي الكتلوة بردوة ويمشوا لهم يقعدوا مع الصوفية وتونسوا معهم ويشكروهم بل واحدين كمان يخلوا الناس اهل التوحيد يمشوا يصالوا مع الصوفية ويشكروا الصوفية يقولوا الصوفية خير من هنا والله اللي اللي التبجي الصوفي اغنعنا بواحد من اثنين يا التبجي الصوفي يا داك بيقى موحد وداك ما موحد احنا عارفين انه نحن كاش منه كويس داك ما موحد داك من ده الشيوخ يا دول داك بدعوم داك بتوصل بالغبور عليك الله انت لو دول عندك زرة احترام للمنهج السلفي زرة احترام تشكل رجل بيعبد القبور لو عندك زرة احترام عشان كده اخوانا لما تكلموا في دي لما تكلموا فيه للشباب اعرف المعلومة دي وده من التلبيس الآن الموجود في الساحة من التلبيس لما نجي ذلك يقول لك الشباب دي اللي تكلموا في الجماعات والشباب دي اللي حذروا من الجماعات اتحداك الجماعات دي حذر منها العلماء مون احنا العلماء الكبار علماء نمة كل من حضر الجماعات دي وانحرافة لانه في الاول خد بالك من كنت تتغشى انتاك في الاول الجماعات دي كانت كويسة عشان كده ابن باس طلع عليهم فتوى في الثناء عليهم ابن عسيمين طلع فتوى الشيخ منو العلماء الشيخ الالباني طلع عليهم فتوى في الاول لانه كانوا كويسين اما بعد ما انقلبوا علي عقابهم وبيقوا ماشيين صحبان الاخوان المسلمين وصحبان التكفيريين وبيقوا بلاطفوا في الصوفية وخلوا دعوة التوحيد العلماء كلهم حذروا منهم كل اللي انا يعرفهم العلماء الشيخ ربيع الشيخ مقبل ابن هاد الواضع قبل سنين قبل اكتر من خمس طار سنة من الليلة يجي واحد الليلة يقول لك الشباب دي اللي بيقوا يحذروا من الجماعات حذروا شباب قول بيحذروا العلماء العلماء اللي بيحذروا والله انا ما سمع قابلت كمية بل اغلب المشايخ الموجودين الليلة من المشايخ الكبار والعلماء في المملكة وفي غيرها قابلت اغلبهم والله ما وجدت عالم واحد بدول على انصار السنة ولا على جمعية ولا على غيرهم كلهم لكن من التلبيس الان الموجود في الساحة التلبيس يجي يقول لك نحنا معانا العلماء معاكم العلماء منو منو العلماء المعاكم ياو شيخ الجماعة زودكم من هنا الاسم مين فرج الله ده انت قاش شيخ امنه شيخ واحد اسم الحلبي الحلبي ده ما قابله يعني الحلبي ده الناس منحرفين ده الاصن قلت لي ده منهج عبد الرحمن عبد الخالج اللي جابه لهم وضلل بالناس بيقوا صحبانا الاخوان المسلمين وبيقوا صحبانا التكفيريين انت عارف الحلبي شيخه ده بس انا اديك حاجة واحدة بقية الاشياء قد تكون فيها تعقيد وحاجة واحدة تفهمها معاي مطلع فتوى وحاجة يسمى رسالة الى ابي بكر البغدادي ابي بكر البغدادي تبتعارفوه ضرئيز داعش طلعين رسالة رسالة ليو تعرف الرسالة ليش كاتبها معهم من العلماء قال الوقوا على الرسالة واحد الصادق المهدي ظل ملموم على الصادق المهدي ده باقي لك نافع تاني والياقوتي وابتعال ازهر ومين ازن الجفري يا ناس ديل ما اقول ينصر دين شان كده اعرف تماما انه الجماعات دي انحرفت من الطريق القامد علي في الاول وخلت الدعوة ولو دا الان نموذج بسيط شيل كتاب كتاب عبد الرحمن الوكيل هذه هي الصوفية شان ما يجيقوا لك لا اتو نحنا ذاتو بنتكلم في التوحيد لكن اتو عباراتكم بزيئة وبتجرح ولا لا خلي كلامنا احنا تب كلامنا خلي بجيب لكم كتاب من كتب انصار السنة الاولى زمان حق تدعو وكت كانت نجيضة تشيل كتاب عبد الرحمن الوكيل وقل لهم الليلة دوني صلاة الجمعة في المركز عام لانصار السنة ولا صار سنة التانين ولا جمعية الكتاب والسنة قل لهم بدا نبقرم الكتاب دا كتاب عبد الرحمن الوكيل والله دا بتكلم في الصوفية هذا الكلام والله ما راح ان احنا ما وصلنا ذاته قصة ابراهيم العريان عاغل الله فصلي عديل ابراهيم العريان دا انت بتعارفوه دا انا كان قلناه واسه يقول لك قليلين ادب يا اخي لاذا اخي تتكلم معنا ابراهيم العريان يا اخي زل تعرف الجامع خلينانا عقد فصلي قصة ابراهيم العريان قال وقلت الادب عند الصوفية ولما لك فوالله داروش وداريش داريش نظيف داريش الدعوال احنا منعرفه زل بتاع باطل تتكلم في الباطل بتاعه شون تليفوا تدور انتا لكن هما دارين سياسة وشوف الدين يوم اللي بقى وراه مصالح انتهى ما في دين بمصلحة يا ناس ما في انا بجيب ادخدغ للناس والتقويسين وعندكم مشكلة ما شاء الله التصوف وكلنا بنحب النبي زي محمد الامين اسماعيل بتاع انصار السنة الصوفية ونحنا كلنا بنحب النبي نحب النبي مع بعض ويجيبوه في الترفيزيون لا بيستشعى لخدر اه او شعال بتاع السمانية داك اللون شنو داك كده لون بتاع السمانية يعني لو جابوا لك صورة بتاعات ها حسن الفاتحي قريب الله لابس الشال داك محمد الامين اسماعيل لابس الشال بتقول للي اتنين ها مريدين في طريقة واحدة نفس الشال اسألك بالله اس نفسك بالطيق حاجة بالبصاص وفيه شعار حقهم يا ناس ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر قاعدة قالوا المستحب في دين الاسلام المستحب مش اللبس اللبس دا ما في واستحباب اللبس دا ما في النائم ابناء العادات كويس المستحب قال اذا كان شعارا لأهل البدع قال يترك لو مستحب لو بيقى شعار بتاع أهل البدع تخليوا خلي كمان زوج شايا لو سبحة ها شايل سبحته ولابس الشال بتاع الصوفية واستدل في المنبر بتاعه في خطبة الجمعة استدل بقصائد البراي دا منه انتا قالوا دا حمد المين اسماعيل بتاع انصار السنة الليلة المفتي مفتي بتاع البلد دي قال عشان كده يا شيخ اعرف المعلومة دي الناس يتغيروا عشان كده والله انا ما ادل لك على واحد منهم تمشي تتعلم عنده لانه ناس خانوا المنهج اللي من تملئه خانوا المنهج من اجل شنو من اجل مناصب من اجل اموال تجيهم من المنظمات اللي بتفرغهم وتدهم القروش في انها ادتهم اموال يا اخي احنا ما قلنا لك المال دا حرام ولا عندنا معك مشكلة وكل المال دا والله يزيدك ها ورا نحزنك على شيء ان شاء الله الله يزيدك بس قول كلمة الحق يا اخي ما تضليل الامة يا اخي بس ما تضليل الامة دي ما تقول للناس نحنا والصوفية واحد قولهم اي شوف نحنا بيدارب والصوفية بيدارب ولا بغوش على زول ولو في صوفية اعلان مني اللي يمشي هذا الباب فاتح في باب بياء بمرو في باب بهيني بهيني لو ما شعلان من الاتنين ديال في باب حق المنبر امرو بيفوت ما بجعملك انا في عقيدتي ما بقول لك الصوفية على الصلاح صار صلنا يا اخوز اوزعوا مطوية مطوية ورقة كانت من فيها الصوفية على الصلاح والصوفية احباب رسول الله والصوفية قال الاؤقد ونرى القرآن ها وقال عنوانا مشايخنا الصوفية الافاضل انا اتكلمت في واحد مننا ولم نوزعوا المطوية دي مناقشة دورت بيننا زي بتاعت فرجال هنا دي دورت بيني وبين واحد ومتكلم بيجاي وانا بتكلم بهين قدتوا سلخة نظيفة في الكلام دا قلت لك كيف تقولوا كلام زي دا وانتو تعرفوا حقيتت الصوفية اشتنو قدتوا سلخة نظيفة وانش اشتكاني في المحكمة محكمة مدولة سبعة شهور قال زولة جرحني قال قوص والله جد جرحني وقال انا دار تعويض قال مئة وستين مليون يا دوان انا ضبحتك انا كان ضبحتك من اللدان اللدان ضبحتك ادي اربعين مليون بس كانت قال دار تعويض مئة وستين مليون مئة وستين مليون معقول ونت بالشكر في الصوفية في النهاية مالغة ولا جنيه واحد سبعة شهر نحكا ممشو تعالوا وإن موكيلي يا أخي آخر يوم تجاهب لي ستة محامين ولا خمسة محامين وحد قدر دا قاعدين أنا منعين تفهم قلتوا والله هذا الخلاص بس قالوا لا الإعدام بس بحكوا معلمي بالإعدام في النهاية ما فائح حاجة كلام فارغ يا أخي زلت تخلي عقيدتك ومن حاجك تخليه تكوا تباري الأخوان المسلمين تباري في السرورية شردوكم القروش دا كلام فارغ ما تسمع لك جماعات ديلا ما الذي نصحت لك ما تسمع لهم لا أحمد فرج الله لا عدسي لا منو دا الكل لهم اللخبطوا الشغلانة دي ولا يبقى أي واحد منهم يبقى نجيض ويجي يوري الرأيه في الكلام دا كل شنو رأيك في الصوفية أمشي قوله هناك تحداك قول لي أحمد فرج الله أمشي الجامعة جنبك دا قل بتدغدر فيهم ديلا قول لهم أنا عندي الصوفية الطريقة التجانية والطريقة القادرية والبرهانية والنقشبدية والشكيتابية كلين دي طرق ضالة ومنحرفة عن الصراط المستقيم أمشي قوله في الجامعة دا كما جانا دوك في راسك دو طردوا ببرا أمشي قوله هناك لكن يمشي داك دغدغة الصوفية ويتكلم فينا نحنا ونحنا هم تقدر علينا بإذن الله تبارك وتعالى لا إنتنا غيرك والله الذي لا إله غيره لا تقدر لأنه أنت ذو الجاهل أنت ذو الجاهل بإحكام الشريعة امتابع ناس باعوا الدعوة باعوا زمان كانوا بقول لنا كلام السابق ويقولوا كلام تاني تعرف بيع الدعوة كيف وانت قبل اليوم تقول كلام تجي الليلة لالا وإنه شيخه ما الاسم الهواري دا قبل اليوم أكام بقول لنا كلام نحنا بنمشي كنا من خاصة ونقعد معاه في بيته جوة في بيته جوة يتكلم في السرورية يطعم في السرورية ويشد عليهم ويضرب الواطبة يده كده يضرب الواطبة يده يقول لك السرورية دا يعني التكفيرين يعني خربوا البقر أسجاه آخيرا يطلع فتاوة يجوز التعاون معهم والأصل قال التعاون معهم في الدعوة إلى الله ونمشي نشتغل في غنواتهم مع بعض ويعزمون يجيبوا التكفيرين ويجيبوا المنحرفين والأخوان المسلمين والصوفية ويعملوا مؤتمر كبير ويشكلوا فيهم واحد واحد فضيلة الدكتور الشيخ اسمه منه دا عصام البشير عصام البشير فضيلة الله يهديكم ما بتخافوا الله كذب وليعب فضيلة عصام البشير عصام البشير بيتكلم بملأ الفم عن الدعوة بالسلفية بيقول السلفية كالماء الآسن ويقول لنسوانكونا المناقبات دا زي البعائد دا يجيبوا فضيلة دا في المنبر خطبة الجمعة بشكر في البرع وقال شي وقد أفاض شيخنا البرعي يجيوا شكروا فيه ويشكروا في عبدالحي يوسف وشكروا في اللي من الحاج كاتب كتاب كامل كتاب كامل ينصروا منهج التكفيرين يشكروا فيه كلهم دا يشكرون بس صف ويجوا يتكلموا فينا نحنا وينبذوا نحنا ماشا غالم بهم بفضل الله سبحانه وتعالى والله نحنا دعوتنا ماشا زي السيف شفتا والله ماشا تمام وما في حد يتكلم مهما نقنقوا عمل ويقالوا مين واتفرجال لدى زعلان هنا ويتكلم في الجامعة البجابة بتاع الصوفية وقال ديل عملوا قاعدة في التباب وقاعدة قاعدة بتاعشنو انت بليد قاعدة بتاعشنو يا دعونا نازل الانتخابات نحنا مال قاعدة بتاعشنو وزعلان من الناس اللي بيجوا بيسمعوا التوحيد والله أنا أغلب الناس اللي ما بعرفهم ذاته وناس في النهاية ما عندهم ارتباط بيانة كشخص ارتباط بيانة كشخصية ما عندهم اي ارتباط بيانة في النهاية نازلين ذالين ذالين يكلمون يوجيهم عديل بس دالين ذالين ذالين يعلمون الكتاب يعلمون السنة مستقيمة لا حزبية لا لو لو هذا كل الموضوع شنو كانوا نحنا جاييننا نتاجر بالناس ولا جايين والله أنا ما عندني أي غرض فيه ولا زول واحد والله زول واحد ما عندني غرض فيه أنا دار في الناس أشتغل نجيرك ابتدي قدام الله لأن ربنا حملنا أمانة انت عندك علم ولوس شوية الله حمل لك أمانة مشي تبلغ الأمانة دي بسافر هنا بجيهم طرطارة قالوا لي تاني ما تجي بفوت بمشي محلة تانية بمشي مطريطة أي محلة في النهاية يا الله مكنني مشيت هنا فتحوا لي دعوة بتكلم ما لقي الطريقة بفوت غريها تانية ما لقي الطريقة بفوت قفلوا إن جيت برقود في بيتنا بس بح الله وصلي على النبي يا ناس ما في ارتباط بشخص المنهج السلفي ما يعرف ارتباط بشخص معين اطلاقا واحد يلي حزيفة بن اليمان صحابي جليل رضي الله عنه قال ادعو الله لي ادعو لي ربنا سبحاته علي اغفر لي قام دعوه الجنب طوال جلي حزيفة طوال بزداك فات طوال دجا قال يا حزيفة ادعو الله لي قال له يذهب امشي قال له اتريدون ان يعتقد الناس في حزيفة بعد ان يعتقد الناس في دعوات اجدوا الجنانة امشي الله قال له ما في ارتباط بشخص يا اخواننا المنهج ما علم الارتباط بشخص انت ما ترتبط بشخص معين انت تعلم كتاب سنة تعليم مستغيم ده الموضوع كله